من المعروف في الشريعة أن ابنة العم تحتجب عن ابن عمها ولكن هل يعني ذلك مقاطعته من الكلام والسلام والاستباع عنه أم أنها تقابله وتسلم عليه وهي متحجبة ابنة العم لنست من محارم ابن عمها ولهذا لجوز أن يتزوج بها فهي أجنبية منه وهو أجنبي منها ولكن من المعروف أن العوائل يزور بعضهم بعضا في البيوت فإذا زار ابن العم فيتعملي وفيه نساء فلا حرج أن يسلم عليهم بشرب أن لا يكون هناك خلوة ولا كشف حجاب وبشرب أن لا تخضع المرأة بالقول لأن الله تعالى قال لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء قال فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا ومن الخضوع بالقول أن يكون بينهما ممازحة أو مضاحكة أو ما اشفح ذاته وقد بلغني أنه يوجد عند بعض العائلات عادة لا يقضرها الشرق وهي أن الإنسان إذا دخل بيت عمه وفيه بنات عمه فإنه يسلم عليهم ويصافعهن وهذا لا يجد حرام لأن المصافحة لا شك أنها فتنة وقد وردت حديث في التحذير منها بارك الله فيكم